حسب آخر الإحصائيات 69% من الشعب الكندي يملكون عقارات طبعاً هذه نسبة إحصائية كبيرة جداً مقارنة بباقي شعوب العالم لكن الكنديين يعتقدون أنه البيت هو يعتبر مثل خطة التقاعد بالنسبة للبعض وبالنسبة للآخرين أيضاً يستخدمون الline of credit يستخدموا باستثماراتهم وممكن يرجعوها بمرو الوقت وحتى نلاحظ أنه الكنديين اللي يريدون مثلاً يعيشون في مكان معين لكن معدهم إمكانية أن يشترون عقار في هذا المكان يشترون عقار في منطقة أبعد ويستخدمون للإيجار ويخلون المستأجر يسد نفقاتهم وهما يعيشون في المنطقة اللي يريدوها يعني لهذه الدرجة الكنديين يهتمون بموضوع العقار ويعتقدون أنه العقارات هي تعتبر الشيء الوحيد اللي يحفظ نقودهم على مدى الزمن ويظل يرتفع ويعتبر استثمار ممتاز اللحظة أيضاً الأجانب يجون يشترون عقارات في كندا أحياناً مثلاً الصينيين خصوصاً خلال السنوات الماضية جوا يشتروا عقارات بالجملة في كندا وخصوصاً في مقاطعة بريتش كولومبيا وفانكوفر مثال حي على هذا الشيء بحث الأسعار وصلت هناك إلى أسعار عالية جداً إلى درجة أن الحكومة الكندية في سنة 2017 فرضت قانون ضريبة بقيمة 15% على المستثمرين الأجانب غير الكنديين أو غير المقيمين في كندا حتى يسيطرون على الارتفاع في الأسعار وبعدين الصينيين انتقلوا إلى مقاطعة أونتيريو وبدوا يشترون في الجي تي أيضاً عقارات والحكومة الكندية قامت بتطبيق نفس القانون في هذه المدن الرئيسية حتى يحافظون على الأسعار الاستفسار من الناس يسألون طيب ليش يجون دولة يشترون العقارات هنا بالتأكيد أيضاً لأنه يؤمنون أن العقارات في كندا هي استثمار آمن ومناسب بالنسبة لهم وبالنسبة لأبناء الجاه العربية أيضاً يسألون أحياناً طيب كيف ممكن نتجنب هذه الضريبة توجد مدن في أونتيريو بعدها لم تطبق فيها هذه الضريبة وممكن لأبناء الجاه العربية غير المقيمين في كندا إذا يرغبون في الاستثمار في هذه المدن ممكن يتوصلونوا إيانا وأحنا نساعدهم في هذا الموضوع